بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محمده ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام وهذه دورة الاستعداد لشهر رمضان المبارك العام 1444 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة شهر رمضان هذه الدورة وهذه الحلقة الأولى التي عنوانت لها بعنوان كيف نجاهز الزينة لاستقبال شهر رمضان كيف نجاهز الزينة لاستقبال هذا الشهر الطيب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأحبة نحن على أبواب رمضان فهل تم الاستعداد لرمضان يستعد بعض الناس بالأطعمة وبعض الناس بالزينات وبعض الناس بتهيئة البيوت لكنني أريد منك أخي الكريم أن تستعد لرمضان بماذا؟ بتهيئة قلبك وتهيئة شعورك ووجدانك بالإحساس برمضان رمضان شهر الصيام رمضان شهر القيام رمضان تفتح فيه أبواب الجنان فهل سندخل؟ رمضان تغلق فيه أبواب النيران فهل سننزجر عن المعاصي؟ اللهم أعين على ذلك يا رب العالمين كيف نستعد لرمضان؟ أيها الإخوة الفضلاء في هذه الحلقة الأولى أؤكد على أمر مهم جدا في الاستعداد لرمضان إن أغلى ما يملكه المسلم هو قلبه هذا القلب هذه المضغة الصغيرة كذلك شعوره كذلك وجدانه هذا القلب هو محل نظر الرب سبحانه جل وعلا إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى إذا نظر إليك لا ينظر إلى طولك ولا إلى عرضك ولا إلى مالك ولا إلى جاهك ولا إلى سلطانك ولا إلى حسبك ونسبك إنما ينظر الله تبارك وتعالى إلى ماذا؟ إلى قلبك وعملك سبحانه جل وعلا ربنا هينظر لألبك ربنا هينظر لأعمالك سبحانه جل وعلا والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سبحانه جل وعلا فإذا كان القلب هو محل نظر الرب سبحانه جل وعلا ما المطلوب منك أخي الكريم ما المطلوب منك وكيف نستعد لرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى المطلوب أن نتزين أن نزين هذا القلب لنظر الرب سبحانه جل وعلا أرأيت ولله المثل الأعلى لو علمت أن رجلا عظيما سيزورك في بيتك رجل عظيم من العظماء سيأتيك وسيدخل عليك في بيتك ماذا تصنع لا شك تهيئ المكان وتزينه وتنظفه وتعطره وتطيبه وتنظر في نواحيه خشية أن يقع بصاره على شيء يغضبه أو يسقطك من نظره فإذا كان هذا الاستعداد العظماء الدنيا وأصحابنا وأصدقائنا وأحبائنا من أهل الدنيا ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى إذن كيف تزين قلبك كيف تزين قلبك لاستقبال هذا الشهر الطيب المبارك تزين القلب بالخشوع لله جل وعلا فإذا صليت صلي بخشوع لا من شغال تزين قلبك بكثرة ذكر الله عز وجل حتى يخشع هذا القلب بالذكر لله عز وجل تزين قلبك بالخضوع لله تبارك وتعالى والتواضع والذلة والانكسار لله عز وجل قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله الآية اللهم أتنا من فضلك يا ربنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ما صفاتهم أول صفة أول صفة أذلة على المؤمنين لم يكن الله تبارك وتعالى متواضعين للمؤمنين وإنما قال أذلة على المؤمنين أي أن الإنسان المؤمن يذل نفسه لأخيه المؤمن لا يذل نفسه له من أجل جاهه وسلطانه وماله ولكن من أجل إيمانه وتقواه وقربه من الله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين وفي نفس الوقت أعزة على الكافرين أقول لكم أيها الأحباب إذا أردت أن يفلح قلبك فعليك بالتواضع العباد الله عز وجل المؤمنين وعليك بالخشوع بين يدي الله رب العالمين سبحانه جل وعلا وعليك أن تزين قلبك بالإخبات والإنابة والإقبال على الله جل وعلا وبذلك انتهت الحركة الأولى والسؤال أكمل قال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا لا ينظر إلى ولكن ينظر إلى أكمل الفراغات السؤال الثاني كيف تزين قلبك لنظر ربك تبارك وتعالى ننتظر الإجابات إن شاء الله تبارك وتعالى أسفل هذا الفيديو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وانتظروا الحلقة الثانية في نفس الموعد من الغدى إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين